كالعادة يا شباب اهلا بكم في فيديو جديد انا عطيه سيد ودي كناة دروس اندرويد كنت شرحت قبل كده في حلقة الطرق اللي بيتم من خلال اختراق الواتساب وطبعا انا سيب لك رابط الحلقة في الوصف واتزالك جرأت في الاي تقدر تروح تتفرج على الحلقة دي الحلقة دي شرحت فيها كل الطرق اللي بيتم من خلال اختراق الواتساب ولكن في طريقة بقى من الطرق اللي انا قلتها الطرق دي منتشرة جدا جدا الفترة اللي فاتت فانا حبيت اعمل فيديو النهاردة لان الهدف من الفيديو النهاردة هو التوعية اللي انت تبقى عارف الطريقة لان الطرق سعلى جدا واي حد يقدر يعمل الطرق دي وفي ناس كتيرة بدأت تعملها فانت لما تعرف الطريقة تبدأ تدخل معي على الاعدادات وتشوف هل فعلا حد عمل الفيك الطرق دي ولا لأ وطبعا الهدف ان الفيديو ده التوعية اللي انت تبقى عارف الطريقة بحس ان انت ما تقعش في الطريقة دي. وفي اخر الفيديو اقول لك على الطريقة اللي تقدر من خلال تأمن حسابك على الواتساب. وحتى رفق شخص استخدم معك الطريقة دي مش هيقدر يفتح حسابك على الواتساب. وكل الفكرة من الطريقة ان هو بقول لك هات التليفون بتاعك اعمل دقيقة واحدة بس. وتعال اقول لك بقى هو بيعمل ايه? وهو عا تنسى كبات الاهوة بتاعتك ويلا بي. نفترض ده شباب التليفون اللي هو عايز ياخد منه الواتساب اللي عليه. بيعمل كالتالي بيقول لك هات دقيقة وبعد كده يدخل على الاعدادات. اما بيدخل على الضبطة والاعدادات بعد كده بيبدأ يدوس على علامة البحث هنا. ويكتب تحويل المكالمات. بعد كده بيدوس على خدمات اضافية وتحويل المكالمات بيدوس على تحويل المكالمات. بعد كده بيبدأ يظهر شوية. لان ما بيكتبها في البحث اما بيظهر عنها على حسب تفكيره. بعد ما بيجيب تحويل المكلمات بي ظل مع بالشكل انت شايفذا لو التلفون في شريحتين بيجيبه الشريحتين بيشوف هو ان شريحة وبعد يبدأ فيدare يدوس على كلمة تحويل المكلمات بعد ما بيدوس على كلمة تحويل المكلمات بيرزور شوية بعد ابدأ قيلة دوس على كلمة التحويل دائما وبعد كidän بيبدأ اكتب رقم اللقاح هنا وبعد ك toward like تفعيل بعد ما بيكتب رقمготовته هنا وبعد كidän بيبدأ بقى يروح على التلفون التاني بتاعه وبدأ افتح تطبيق الواتساب وبعد كidän على الموافقة والمتابعة. بعدك يبدأ اكتب رقم تليفون الشخص التاني اللي هو عاد يفتح الواتساب بتاعه. هنبدأ مسلا نكتب رقم التليفون. بعدك يدوس على موافق. هنا بقى يتبعت لك انت رسالة وبعد كده هو بيزبر دقيقة وشوية. وبعد ما بيزبر الدقيقة وشوية دول بعدك يبدأ يدوس على التصل به. بتبدأ تجيله مكلمة التليفون ويدخل الرمز وبعدك يبدأ يفتح الواتساب بتاعك. دلوقتي بقى نتكلم على الطريقة اللي تقدر من خلالها تتأمن الواتساب بتاعك حتى لو الشخص استخدمت طريقة دي معك مش هيقدر يفتح الواتساب بتاعك. اول حاجة هتدوس على الثلوة اللي فوق دول وبعدك تدوس على الاعدادات. بعد ما تدوس على الاعدادات هتبدأ تدوس على الحساب. بعدك هتدوس على التحقق بخطوتين. بعدك هتدوس على تمكين. بعدك هhetكتب هنا ستة ارقام ولازم تفضل حفظه و Lapras청 تنسى ست ارقام دول. لان انت كمان لو انت تنسيت الستة ارقام مش هتعرف توصل لحسابك على واتساب. هتكتب ستة ارقام. بعد ما بتكتب ستة ارقام بتبدأ تاني تأكد الستة ارقام تاني وبعد كده هتدوس على التالي. وبعد كده بتبدأ تكتب بريد الالكتروني ولازم تفضل حافظه لان انت هتكتب تتواصل مع الدعم من خلال بريد الالكتروني ده. بعد ما بتكتب بريد الالكتروني بتدوس على التالي. بعد كده بتبدأ تكتب بريد الالكتروني تاني. وبعدك هتدوس على حفظ. كده خلاص تم تمكين عملية التحكم بخطوطين. بعد كده هتدوس على تم. كده انت فعلت التحكم بخطوطين. كده اي شخص يبدأ يجي يدخل على الواتساب بتاعك لازم يدخل الستة ارقام دول. الستة ارقام دول هتطلبه منك كل فترة انت شخصين وانت بتساعد المواتساب ليه كده افل معك. وطلب منك الستة ارقام. كل فترة اتأكد ان انت اللي فاتح فعلا الواتساب. ودي طبعا طريقة حماية ممتازة جدا. ما حدش يقدر ادخل على حسابك على الواتساب بعد ما تفعل الخاصة دي. وبكده كنت هتحقيتنا النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.